نظمت جمعية المعاقين فعالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة الجوف بحضور عدد من المعاقين وعضائنا في السلطة المحلية وقاد عسكريين وفي الحفل قال رئيس جمعية المعاقين بالجوف يوسف الحجوري أن عدد 700 معاقع في المحافظة جميعهم يحتاجون إلى الرعاية الكاملة في ظل المعاناة التي يعيشونها بعيدا عن عين المنظمات والهيئات المهتمة بالإنسان وناشد السلطة المحلية بتوفير مركز للأطراف والعلاج الطبيعي إضافة إلى إيجاد مقر الجمعية المعاقين كي تتمكن من ممارسة عملها في المحافظة وبدوره قال وكيل محافظة المهندس عبدالله الحاشد أن السلطة ستقف إلى جانب المعاقين كواجب يحتم ذلك وعاد بتبني السلطة المحلية بمقر الجمعية وتأثيثها